ترجمة نانسي قنقر قال أنا بشوف شو اللي بناسب الأمة في هذا الزمان شو الأصلح لها بختار القول اللي بناسب فعرفت إنه منهجه كمنهج كثير من المصريين وأمثالهم وهو اتباع الهوى وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة شر الهوى اتباع هوى الأمة وانا بقول لكم بكل صراحة ربما لأول مرة بتسمعوا هالكلام هذا نعرف نحن أنه الإنسان يتباع هوى أما شر الهوى أنه يتباع هوى الأمة ليه؟ لأنه الشخص لما يتباع هوى ضل هوى لكن لما الشخص يتباع هوى الأمة ضل هوى الأمة شاهدون؟